تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا وبكثير من الاعتزاز أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله أسمى آيات الشكر والتقدير على دعم سموكم لمعرض البحرين الدولي للطيران لعام 2018 ميلادية في نسخته الخامسة والذي أقيم بقاعدة الصخير الجوية وحضره نخبة رفيعة من الشخصيات المدنية والعسكرية من مختلف أنحاء العالم وإننا إذ نعرب لسموكم عن خالص التهاني بنجاح هذا الحدث العالمي والذي ظهر بصورة مشرفة إقليميا ودوليا وحضي بإشادة من قبل الوفود الرسمية المشاركة وشركات الطيران والمستثمرين والذي أضاف المزيد من المكتسبات لمملكة البحرين الغالية مقدرين وبفخر سعيكم الدؤوب لرفعة هذا الوطن والمحافظة على مكاسبه النهضوية والحضارية والاقتصادية وذلك من خلال دعمكم اللامحدود لمعرض البحرين الدولي للطيران ومختلف الفعاليات التي تقام في مملكة البحرين مؤكدين لسموكم أننا سوف نسخر كل الإمكانيات لدعم عجلة الاقتصاد والتطور في مختلف المجالات ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي تطلعون بها سموكم لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكة الغالية وفقكم الله يا صاحب السمو الملكي وسدد على طريق الخير خطاكم وكلل بالتوفيق كل جهودكم المخلصة لتحقيق كل ما تصمون إليه من طموحات وأمال لشعب البحرين والمزيد من التطور التنموي والاقتصادي لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله برعا داعي الله أن يطيل عمركم وأن يبارك جهودكم وأن ينعم على البحرين بالمزيد من التقدم والرخى وتفضلوا سموكم بقبول أصدق مشاعر الاحترام والتقدير وأدمتم بعون الله سالمين أخوكم عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران شكرا شكرا